موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين في هذه الحلقة الخاصة منذ الأشهر الأولى لاندلاع الأحداث في سوريا في ربيع عام 2011 كان الجنوب السوري الجغرافية الأكثر عرضة للاستهداف لكونه ملاسقا لحدود فلسطين المختلة كانت فوضى السلاح وتدفق المسلحين في عموم سوريا فرصة سانحة لإسرائيل كي تمد يدها عبر الحدود لتغيير حقاق الأرض فيها جاءت مبكرة إجراءات فتح الحدود لدعم المسلحين واستقبال جرحى وقادة المجموعات المسلحة داخل إسرائيل وإقامة مشروعات تربط الجنوب بإسرائيل مثل مشروع حسن الجوار الشهير الذي اعتمدت في إسرائيل على جمعيات تتبع لبعض جهات المعارضة السورية وتحت ستار أعمال الإغاثة للتوغل داخل المجتمعات وفرض النفوذ لكن لم يكتب لتلك المحاولات النجاح مع وصول قوات الجيش السوري إلى الحدود كانت المحاولة الثانية باستخدام تنظيم داعش عام 2018 المخطط كان يقضي بسيطرة التنظيم الإرهابي على محافظة السويداء ليكون ذريعة لتدخل إسرائيل والقوات الأمريكية تحت عنوان محاربة داعش ثم التمركز في المحافظة الجنوبية في عملية استنساخ لما جرى شرق الفرات لكن الهجوم الإرهابي فشل رغم ما خلفه من مآسة إنسانية سنعرض خلال الحلقة مشاهد تعرض للمرة الأولى عن تلك الأحداث واليوم وانطلاقا مما يجري في السويداء من تظاهرات شعبية ناقمة على الوضع الاقتصادي والمعيشي تعود تلك المشاريع لتطل مرة أخرى تخرج أصوات تنادي بالإدارة الذاتية وإسقاط النظام وفتح معابر مع الأردن وتشكيل هياكل سياسية ومؤسسات خدمية بديلة وتبدأ اتصالات من أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين وبيانات أمريكية تشجع على التصعيد موادر فشل المحاولة الجديدة بدأت تظهر والواضح أن السويداء بغالبيتها العظمى تقاوم المشروع فبوصلة جبل العرب وأهله تاريخيا لا تخطئ الاتجاه شاهدين في هذه الحلقة الخاصة نحاول تسليط الضوء على ما حقيقة ما يجري في السويداء ما هي حدود الدور الأمريكي وأهدافه ماذا يراد للمحافظة وماذا يراد منها أرحب في هذه الحلقة الخاصة بضيفي هنا في الستوديو رئيس حزب التوحيد العربي الأستاذ وياموهاب من دمشق عضو مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود حياكم الله ضيفي العزيزين معي الوزير مساء الخير أرحب فيك في هذه الحلقة الخاصة وكان اختيارك شخصيا لهذه الحلقة ليس فقط لقربك من أهل السويداء ولكونك أحد أقطاب الدروز في المنطقة أيضا لحساسية هذا الملف ودقة ما يجب أن يقال فيه لأنه من ناحية لا أحد يود في هذه اللحظة ألمس بكرامة أهل السويداء وهل جبل العرب وفي ذات الوقت لا بد أن نضع يدنا على ما يجري هناك بشكل موضوعي وحقيقي أريد تقييمك أولا قبل أن نبدأ الحلقة حقيقة وفق هذا الظرف الحساس لما يجري في شي حكيته أنت بالمقدم وهو أنه غالبية أبناء السويداء الغالبية العظمى تعرف مش الغالبية العظمى الغالبية الساحقة يعني أنا أعتقد بأن أفراد لا يفكرون كذلك هم منحزون لعروبتهم لوطنهم لوحدة سوريا للجيش السوري للدولة السورية هذه الغالبية العظمى في السويداء ولكن الأقلية صوتها أعلى بكل صراحة ولكن الأقلية التي تتحرك هي عدة فئات وليست فئة واحدة حتى هذه الأقلية مقسمة طبعا لا هناك هناك أستاذنا هناك مثقفين ومحترمين وناس إلهم مكانتهم عندهم ملاحظات وعندهم مطالب وعندهم نجوهات نظر وعندهم حرية بالتعبير عنها وهو دي إلهم من الألفين وحد عشر بينزلوا في منهم قبلوا في منهم كانوا يمكن سجناء وما إلى ذلك في فئة تاني هي فئة محتاجة فعلا عبتنزل من وجعة تتحكي بوجعة في فئة تالتي قليلة بيجولون شي أربعين واحد هاو دي شغالين على التليفونات ومن برا وفي كم حقير فيهم جوة عرفتي بس هاو دي ما بيتجاوزوا عدد أصابع اليد يعني تحتى ما نظلم نحن كمان كل اللي عبينزلوا لأنه هاو دي مجموعة من الناس هلا قبيل دولار تخدهم لوين ما بدك عرفت كيف يعني منهم منهم مجموعة قائدية اللي برا طبعا عب يجيهم مال وعب يقبضوا مصاري عب يقبضوا مصاري من جهات عدة إن كان أمريكي أو ربما في بعض الجهات العربية بعدها عب تنزي شوية مصاري بسوريا هاو دي طب شو الأهداف مع الوزير يعني أنت اليوم عندما تأتي بفئة وتريد أنك تنصبها على على الموحدين الدروز وعلى أهل السويداء في منطقة في منطقة حدودي شو الهدف شو الهدف محاولة 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 في نصبهم يعني في أنه عب يحاول في طرفين أساسيين رئيفيتين بالموضوع لحد هلق المتبين الإسرائيلي والإسرائيلي عب يحاول إسرائيلي عاقب سوريا إسرائيلي عنده قرار بمعاقبة سوريا وهذا القرار أنا أعتقد بأن الدولة السورية تبلغته ببعض الوسائط أو ببعض الأقنية تبلغت قرار إسرائيلي واضح أنه أنت تجاوزتم الخطوط الحمر في تسهيل تسليح المقاومة بلبنان وفلسطين وهي فعليا وعليكم أن تدفعوا الثمن وسنجعلكم تدفعون الثمن ليس عليك منه تهديد لم يوضع موضع التنفيذ وضع موضع التنفيذ هذا التهديد أنا هي رأيي وهذا أختلف فيها وجهة النظر هذه مع بعض المسؤولين السوريين مع بعض المسؤولين السوريين اللي بيعتبروا أنه الحراك أنه بينلم ما بينلم كذا لا ما بينلم بسهولة الحراك أخطر الحراك المدعوم من إسرائيل طبعا واللي هني الجهات التي تقف وراء ما يجري في السويداء أهدافها أبعد ولكن مش كل الموجودين بالحراك هم في المشروع الإسرائيلي الإسرائيلي يخطط الأمريكي ومني عباحكي يعني أنا عن مؤامرة هيكي عن شي على طريقة بعض الناس عنها اللي بيصيروا يحكو لك كل شي إنه مؤامرة هايدي في عوامل عدي وصلت لهون وبدأك بنحكي فيها ولكن نحن نحن أهم بالموضوع الإسرائيلي أنا تقديري أخذ قرار الإسرائيلي ب بإحداث إرباك كبير في المنطقة الجنوبية وإذا لم نتنبه له المسألة ليست مسألة السويدة مسألة السويدة درعا والقناية لكن أنت تعرف معالي الوزير بأن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في السويدة في سوريا حتى في أي منطقة في العالم العربي وفي نماذج المسألة ليست تنظير أو موقف مبدئي من السياسات الأمريكية آخر ما تفكر فيه أن يشبع شعب أو أن يأخذ شعب ما لا علاقة بها هذا مخص مخص هذه الشعارات معالي الوزير هي التي اليوم عدت الشغل في السويدة هذا شعار المحتاجين فعليا والفقراء هذي ناس ولا مرة كان لهم تأثيرهم باللعب الكبير ولا مرة هذي ضحايا هذي وسائل هذي وسائل ولكن هذي عندهم مطالب محقة بس ولكن لا يعني بأنه إذا عندك مطلب محق أنت أن تذهب يعني يعني كيف كيف تفسر مثلا أن يكون مثلا ضباط شاركوا بالحرب 73 أعرفت كيف أن يكونوا جزء من مؤامرة مثلا يعني شيء عجيب يعني هذا الأمر ولكن الإسرائيلي أخذ هذا القرار وهذا بلش يوضح يعني كثير من الشغلات بلشت تتسرب وبلش يوضح الإسرائيلي أخذ هذا القرار والأمريكي ماشي وراء الإسرائيلي بهذا القرار الأمريكان خلينا نمسي على أستاذ خالد العبود ونستمع لرأيه وبعدين جزئية الأمريكان لأنه فيه اتصالات أمريكية تجري أستاذ خالد العبود أيضا أستاذ ويام الملاحظ أنه الاتصالات الأمريكية علنية وكانت من أعباء كونغرس تشجع على التصعيد واليوم فيه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية كذلك أجرى اتصال في السويدة وكله معلن والسفارة الأمريكية الافتراضية في سوريا أيضا تصدر بيانات الدور الأمريكي حدود الدور الأمريكي أستاذ خالد ورأيك بما يجري حاليا في السويدة تفضل لك التحية أستاذ كمال للأخ العزيز لأستاذ ويام أيضا التحية لأستاذ المشاهدين جميعا في تقديري المقدمة التي مررت عليها كانت هامة وهذا الاستهلال للأخ ويام كان هاما أيضا وأنا لن أبتعد كثيرا عنكما بحيث أؤكد على واحدة هامة أننا هنا لا نعاير ما يحصل في شارع السويداء ولا نحاكم أو نحاسب هؤلاء الذين نزلوا إلى الشوارع في تقديري هذا مشهد هو بعيد عما يعد للسويداء ولو كان هؤلاء الأخوة وهؤلاء الأبناء يدرون وكثير منهم يضمط طلعون على ما حقيقة ما يعد للسويداء لما نزلوا إلى هذه الساحات هذا حصل في درعا هذا حصل في كثير من المناطق عندما أدركوا تماما ماذا كان يعد لمحافظاتهم لدولهم لمؤسساتهم استنكروا كل هذه المشاهد هذه واحدة لابد من أن نؤكدها لكن لجهة سؤالك الأمريكي هنا لابد من أن نفهم كيف نفكر يا أخ كمال الأمريكي ليس جسما واحدا الأمريكي أجسام بمعنى الاستخبارات الأمريكية لا تتواصل مع كل المؤسسات الأمريكية في الإدارة الأمريكية لا الاستخبارات الأمريكية تضع تقريرها الأساس على طاولة الرئيس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أما النواب فلا يطلعون على ما تعد الاستخبارات الأمريكية لهذا في تقديرنا أنه يجب أن لا نستدل على حقيقة ما يحصل في السويداء من خلال اتصال لنائب أمريكي وهو هام على فكرة وذو دلالة هامة جدا أو لمعاون وزير الخارجية أو لبيان من هنا وهناك لكن السؤال الكبير لماذا لم يتصل نائب روسي أو صيني ولماذا لم يتصل على سبيل المثال مثلا معاون وزير الخارجية الروسي أو الصيني أو أي نائب عربي هذا يدلل مباشرة على جوهر المسألة على جوهر ما يعد السويداء أنت وأنت تعد قبل قليل أو أنت تمر على هذه المقدمة نحن في تقديرنا وكنا ننبه وأعتقد بأن إخوانا لك شاركون هذا التنبيه لجهة ما يعد السويداء ما يعد السويداء هو إسرائيلي كما يقول الأخ ويام نعم صحيح إسرائيلي بالدرجة الأولى أمريكي بالدرجة الثانية ونعتقد بأن هناك هذا يجب أن ننتبه له أحسنتم في الميادين أنا من شهر تقريبا بعد أيام معدودات على ما حصل في السويداء خرجت وأعتقد من خلالك وقلت جملة قلت بأن هذا الحريق في السويداء الذي سوف يكبر هو جزء من سلسلة من خط نار يمتد من أقصى شمال شرق سوريا مع حدود الأردنية إلى أقصى الشرق الجنوبي أو الغرب الجنوبي مع فلسطين المحتلة الولايات المتحدة الأمريكية في قلب هذه السلسلة في قلب خط النار إن كان مع حدود العراق إن كان في السويداء إن كان في الفوضى المدروسة التي تحصل في القنيطرة وفي درعا لكن السؤال الكبير لماذا كل ذلك لماذا هذا الأمر أنا أختلف هنا مع أخي ويام لجهة عقاب سوريا لا أنا باعتقادي في شيء أعمق أيضا في شيء أعمق من عقاب سوريا يا صديقي يتخيل ويتصور الأمريكي والإسرائيلي أن الإيراني وأن سوريا وحزب الله أصبحوا على مرمى حجر من الأراضي الفلسطينية المحتلة فلذلك من أين بالضبط من الجبهة هذا الخط الجنوبي الخط الذي وصفته لك من السويداء باتجاه أقصى جنوب غرب سوريا مع فلسطين المحتلة يعتقدون أن الدولة السورية وأن الرئيس بشار الأسد إذا وصل إذا هذه الجغرافية وأمن استقرارها هذا يعني بأن سلاح المقاومة وسلاح الجيش العربي السوري أصبح على أسوار القدس وهذا ما ترفضه أو يرفضه كيان الحلال رفض مطلقا أخ خالد أخ خالد أخ خالد بس هون بين أهل العين أريد أن أقول لك غير موجود حزب الله والإيراني في السويداء أو درعا أنت تعرف ذلك أو بالقناترا غير موجود ومنذ سنوات غير موجود أخوي آم وأنت تعرف ماذا حصل لأنه أصبح غير موجود يعني هذا غير موجود يعني في هذه المناطق لكن أنا بدي بس في مسألة أنا أقول هون لأنه أنا أتفق معه بالموضوع مش مختلفين اللي أقوله الأستاذ خالد هو صحيح هو 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 الإسرائيلي محمل الرئيس الأسد يعني محمل الرئيس الأسد أنه هذه القوات هذه القوات تشكي خطر رسائل إسرائيلية لسوريا أنه حزب الله كان أوقات يحتاج البارودي والرصاصة منذ عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة وقد لا يحصل عليها الآن حزب الله حصل على كل شيء الإسرائيلي فجأة وهذا أساسي اليوم بيعبدور بالمفاوضات الإسرائيلي فجأة صح و ظهر له حسب معلوماتي أن حزب الله قام بعملية تضليل كبيرة إن كان في المطارات السورية أو على الأراضي السورية ولكنه أوصل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان وأصبح يصنع مثل هذه الصواريخ الدقيقة في لبنان هذا أمر مهم وهو يعتبر أن الرئيس الأسد يتحمل مسؤولية كبيرة بما يحصل في الضفة اليوم وما يحصل في اليوم أنت المعركي داخل فلسطين 48 يعني الإسرائيلي إذا تفوت على أنت ترجمات وبس اللي عبي يحكيها اليوم أنت حزب الله إذا قرر وأنا هذا يعني بعرفه يعني أنا أعرف ماذا يعني ناقشت هذه القدرات مع سمحت السيد مؤخرا ولن أتحدث بها ولكن أنا مطمئن بأن الحزب قادر على إلام إسرائيل بشكل كبير ما بدي أكتر من هارف كيف ولكن هو بحمل إسرائيل إستاذ خالد الرئيس الأسد مسؤولية كبيرة في ذلك لذلك بدأ الخطة المضادة في تقارير تقول بأن السلاح الذي يستعمل الآن في الضفة الغربية دخل عبر الحدود الجنوبية السورية إلى الأردن ومنها إلى الضفة شو أعرف أنه منها ينفات أعرف هو وصل بس منها ينفات هذا أحد أسباب ما يجري حاليا من الجنود تلت ترباع جنود ما تلت ترباع جنود الجيش الإسرائيلي ما صارت معروفة بترشيهم بالكوكايين والكاقية والحشيش أنه في سلاح يدخل إلى الضفة من الأردن هذا ثابت لكن إن كان عبر الحدود الجنوبية السورية أو لا هذا يتعجل بالأخير في مئات العبوات داخل فلسطين 48 بالأخير هي الواقع والإسرائيلي عارفه أفكير أساة كمال بس إذا سمحت لي سمحت لي أساة خالد يعني حضرتك والأستاذ ويام فيه اتفاق على مسألة أن إسرائيل أولا ثم الأهداف أمريكية لخدمة إسرائيل ثانيا وهذا يمكن يمكن هذا المشروع قديم يعني لما بدأت الأحداث في 2011 مسألة السيطرة على الجنوب والمنطقة العازلة والأخير وبعدين داعش في 2018 مثل ما سنشوف بعد شوي بالفيديو لكن بعد زيارة الرئيس الأسد إلى الصين في تقارير أستاذ ويام قالت بأنه لا القصة أمريكية وليست إسرائيلية ولها علاقة بشكل مباشر بالممر الاقتصادي الصيني الذي يمر من سوريا والمطلوب أمريكي إغلاق الحدود مع العراق إغلاق الحدود مع الأردن في الجنوب حتى لا يعبر المشروع ولاحقا ستكبر كرة الثلج على الحدود اللبنانية بمعنى المسألة أمريكية وليست إسرائيلية كأنه المسألة كأنه فينا نصل بهذا الموضوع يعني في 2006 مصار أولمر تصرخ بالأخير للأمريكيين أنه بدي يوقف الحرب ما بقى فيه كفة وإنه عبقلوله كفة فالمسألة كأنك عبتفصل بين مصلحة الإسرائيلي والأمريكي بهذا الموضوع ما فيه في إمكانية للفصل يعني الأمريكي كمان يرتاح إذا أصبح هناك حزام أمني محيط بالكيام الصيوني ما أردت قوله مع الوزير أن المسألة لم تعود أمن إسرائيل فقط لها علاقة بالممرات والمعابر والطرق الاقتصادية تسمح لي أستاذ وئام أستاذ خالد مشاهدينا وريد أن أعرض لأن المشروع سيطر على الجنوب السوري ليس جديد وبال2018 ذكرت في المقدمة كانت محاولة داعش هذا الفيديو يعرض لأول مرة مشاهدينا عن تلك المحاولة الداعشية في السويداء وريفها وكيف أعدمت داعش أسر وعائلات بريئة سنتابع في هذا الفيديو ما بالكم بحالنا نعم عباد الله فهو الثبات ولا يحصل الثبات إلا للذين آمنوا نعم عباد الله لا يحصل الثبات وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا لا نكون فلماذا لا نكون أو نعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك وصيكم يا قواه المية المية نيتنا هي أن نحكم شرع الله في هذه الأرض الذي استدى فيها الكفار فأخواني سدوا اغلضوا في الكفار لا يجدوا فيكم رحمة سواء رجالا أو نساء أغواني أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله فالأخوة الآن بحظة يرموك ينتظرون منكم النصرة فلا تقضلوهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم حاول تقصر يتقطع بشاصة أين نحن هنا؟ خبز خبز في خبز ترا هنا سبحانه وتعالى لا عليكم سنظل نقاتل حتى نصرة هذا الدين والله لن نضعف لن نستقين حتى لو قتلكونا بالسكاكين والله سنحرك يا جراكم يا ملة الكفار حتى نصرة هذا الدين تكبير الله أكبر اشترك في القناة كيف حالك؟ نحن اشترك في القناة كيف حالك؟ نحن ذلك الله أكبر الله أكبر أجهز عليه الصلاقة أجهز عليه الصلاقة الله أكبر موسيقى 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 الله أكبر تم سيطرة المجاهدين على منطقة شبكة على قرية شبكة الله أكبر لله الحمد والمن الله أكبر تم التحرير شبكة في الكامل الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنت من نبياق؟ ها؟ من نبياق؟ نبينا محمد مثلنا نستيكل ينهض بالعالمين اشتركوا في القناة معي الوزير بعد عرض هذا الفيديو لأول مرة هذا الفيديو يعرض عن تلك المأساة وعن دخول داعش في تلك المرحلة كان يراد أن تبقى داعش في السويداء وأن تتمركز في تلك الجغرافيا وربما تتحول السويداء لكوباني أخرى ومن ثم يدخل الأمريكي إلى تلك المنطقة كانت أحد هذه المعابر ولكن أفشل المشروع المشروع اليوم بهذه الخطورة بتقديرك؟ لا أنا رأيي أخطر أخطر من تلك المرحلة؟ أخطر من تلك المرحلة لأن وقتها كانت السويداء موحدة في مواجهة داعش وأفشلت المشروع؟ ووقفت السويداء كلها وراء الجيش العربي السوري وتم إفشل المشروع وتم عاد الجيش السوري احتل طلول الصفا يوما وأنهى يوما دخلوا للمدينة كمان مع الوزير صار في تفجيرات داخل المدينة السويداء ويوما دخلوا وأنهى كل جذور داعش في المنطقة خاصة بعد معارك لول الصفا وراء عشرات الشهداء من الجيش السوري لا اليوم مرحلة أخطر أخطر بكتير رأيه أخطر من 2018؟ أنا هي رأيه أخطر من 2011 حتى وإفشالها سيكلف كما كلف 2018 و2011؟ حسب وين بدوا يروح المشروع اليوم أنت السويدة في مقاومة من داخل السويدة السويدة في انقسام اليوم هناك تقريبا 80% بمكان وفيه يمكن 20% في طريد بمكان أو أقل ولكن بالأخير هالعشرين ستتقدم باتجاه خطوط حمراء بيعتبروها 80% وين رح يوصل هذا الموضوع؟ في مشكلة سيد خالد العبود أريد أن أخذ رأيك كمان بعد أن عرضنا الفيديو يعني معا الوزير قال يقول أن المشروع الآن أخطر من 2018 يعني عشنا أيام يمكن وصفها بالسوداء صحيح تم إفشال المشروع صحيح دفع دم وشهداء لطرد داعش من تلك المنطقة صحيح أن المشروع كان شبيه بشرق الفرات في ذلك اللحظة لكن هل هل فعلا ما نشهده اليوم في السويداء يراد له أن يصل إلى نفس النتيجة؟ أمريكيين يتمركزون في الجنوب واستنساخ تجربة شرق الفرات لأنه نسمع إدارة ذاتية ومؤتمر لتأسيس هيكل سياسي واسمه المؤتمر الوطني أو هيك شيء من هذا القبيل الهيئة السياسية العمل الوطني وإلى آخره في تقديري أخي كمال كلام الأستاذ وقام صحيح هذه اللحظات أخطر من تلك اللحظات التي مر عليها الفيديو قبل قليل ولو أنه هام ومؤشر وذو دلالة كبيرة لاحظ كنا نأخذ على هؤلاء الرعاع على هؤلاء المنفلتين الذين هم جزء من أداة أمريكية في المنطقة من أجل إعاد إنتاج دولة الطوائف إن صح التعبير هذا الرجل الكريم الذي سأله قال له أنت درزي رد عليه أنه كل هذه البلاد دروز بمعنى أو بآخر اليوم ما نسمعه في السويداء وما نراه في السويداء هو مخالف لرد هذا الرجل الكريم وهو أن هناك راية طائفية ولو أن هناك عالم انتداب ولو أن هناك تواصل مع الأمريكي ذاته إذن أنا أميل إلى القول بأن ما يحصل اليوم في السويداء هو أكثر خطورة حتى اللغة أستاذ خالد اللغة التي سمعناها في الفيديو من عناصر داعش الإرهابيين أنت سني أم درزي من نبيك يعني تماما هذه اللغة لكي أن الدروز عنده النبي خاص فيه يعني الدروز يعني 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 كل يوم تردد الشهادتين وكل يوم ما هو هذا ما يراد للسوري أن تذهب له مع الوزي لم يعرفوا كيف نصلي لم يعرفوا كيف نتجو نحن مسلمين خي وعلى المذهب الشافعي كمان يعني مش أنه يعني هلأ عنا بعض تنظيرات كتير هلأ ما تأخذني لأن تأثرت بالفيديو أنا كمان شوي أربكت لأنه أثر فيي المشهد صادم 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 لشك صادم ما أعرف أكيد الشيخ استشهد يعني هذا تم أعدام تم أعدام استاذ كمان بس ثواني خلص يأخذ عني اتفضل استاذ خالد اتفضل أنا أقدر للأخوي هذا الموقف وأفهمه جيدا أفهمه جيدا في عمقه وهذا لا يخص فقط إخوة لنا في هذا الوطن أو جغرافيا محددة هذا يخصنا جميعا ليس حتى فقط على مستوى الداخل السوري لا يهمنا نحن حتى على المستوى الإنساني أن نرى مثل هذا الخطاب في تقديرنا لكن أنا أعود وأؤكد بأنه قبل هذا العرض أنا قلت عبارة قلت عبارة يعتقد الإسرائيلي يعتقد الإسرائيلي نحن لا نقول بأن إيران أو حزب الله وأنا أتمنى أن تكون إيران وحزب الله قد وصلت إلى هذه الجغرافيا ونسقت مع الجيش العربي السوري وتقدمت على أسوار وحدود فلسطين المحتلة أنا شخصيا أتمنى ذلك لكن قلت بأن الأمريكي والإسرائيلي يتصوران بأن هناك خارطة عسكرية تم إنتاجها لجهة توحيد الخارطة الميدانية لحزب الله وإيران وسوريا وهنا المفارقة يا أخ كمال والحقيقة هذه موجعة لذلك أنا أميل وأؤكد ثانية أن ما نمر به الآن هو أخطر مما عرض في الفيديو لماذا؟ لأنه لاحظ مثلا هذه المجموعات المنفلتة الغبية عادت كي تؤكد على واحدة لا إيران ولا حزب الله ولاحظ اليوم للأسف بعض المنفلتين أيضا في جغرافيا من أهلنا من ربعنا من عزوتنا يرددون ذات الشعارات لذلك أنا في تقديري بأنه لا المرحلة خطيرة أستاذ خالد المشكلة أستاذ خالد الخطر بأن الخطاب الذي يجر أو الوصفة خلينا نسميه التي تجر إليها سوريا هي وصفة ما كنا نسمعه في الفيديو سني ودرسي ضد إيران وحزب الله بالسويدا كمان ما يلون شغل فوق يعني والله ما طلعه ما يلون شغل يعني يعني ضدون كمان بالسويدا تكفي أستاذ كمان الوصفة أستاذ خالد أستاذ خالد العبود وصفة 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 المصير يعني تقسيم تقسيم سوريا اليوم إلى دروز إلى سنة إلى علويين طيب جغرافيا أو طائفيا طيب هذا ما بيشبه الكلام اللي سمعناه بالمناسبة هذه كاميرات داعش يعني هذا سحب من كاميرات تماما للتنظيم الإرهابي هو صورها بنفسه الواضحة أنا في تقديري أنا في تقديري أخي كمان وآسف جدا السوق رأيا طبعا عندما يقول الأخوي آم طبعا وأنا ضد حزب الله أن يدخل السويداء وأن يدخل وأن تدخل إيران كقوة عسكرية إلى السويداء ماذا تفعل في السويداء لكن أنا أقول حتى الجيش العربي السوري لماذا يدخل إلى السويداء لماذا يدخل إلى درع على سبيل المثال لماذا يدخل إلى دمشق إذن هذه وصفة صحيحة لكن في تقديري أخ كمان ما في شيء اسمه تقطيع طائفي لسوريا يعني تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا المشروع مكلف كثيرا هذا أصبح وراء ظهرها لماذا لأنها تعتقد بأن الحلفاء أو دعني أقول محور المقاومة هو محور متين على الأرض وأن هناك جمهورا إلى جانبه ناصره ووقف إلى جانبه من كل الأحزاب من كل التيارات من كل الجغرافيات على مستوى المنطقة وبالتالي لا يمكن تقسيم الدولة لكن الذي يحصل اليوم هو دعني أقول إشعال فتيل الفوضى من جديد في الجنوب فتيل فوضى فقط لا يريدون إطلاقا أنا كتبت حول هذا الموضوع آسف لا أريد أن أتحدث بلغة طائفية أنا أكره على اللغة الطائفية إنه والله كيان درزي وكذا ولا لا هذا غير وارد لكن يريدون فقط إشعال فتيل فوضى بالضبط مثل ما يحصل في درعة ومثل ما يحصل في القنية ما واضح يا سيد خالد واضح 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 أنه في مؤتمر مؤتمر سياسي لتشكيل سلطة المركزية كيفما كان المشروع أنا خائف عليهم أي أنك شو ما كان المشروع أنا خائف عليهم وأنا خائف من هذا المشهد لا يتكرر يتكرر بأوجه تاني هذا المشهد أنا خائف عليهم وليس كثير من السفلين سيشتموني اليوم وكثير من اللي عب يقبضوا سمن الشتيمي سيشتموني ولكن سيتذكروني بعد سنوات ويقولوا هذا الرجل كان على حق وكان هدفه حمايتنا وليس هدفه يعني أنا شو عندي مشكلة إذا كان فيه مشروع جدي جدي لا 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 لاستقلال مثلا إذا سلطان باشا يعني أنا بشوف أكتر منه هو من قاد الثورة رأى بأن هذا مشروع الاستقلال هو مشروع نهاية للسويداء راح باتجاه وحدة سوريا وكان فيه يعمل دوايلي وقته صحيح كان فيه ما فيه أسهل منه هنا عريضت عليه ما قبله اللي ما قبله سلطان الأطراش جايك متافي يحكونا أنه نقبله والله العظيم أنا خائف عليكم مصلحة بالسويداء أنا مصلحتي وطنية وقومية بالسويداء لا عندي مصلحة مباشرة torture يمكن يقول يا أخي خالد العبود عنده مصلحة مباشرة جار يمكن يقول هذا درعيوي يا أخي عنده مصلحة أنا ما عنديش مصلحة مباشرة مصلحتي المباشرة أن أحميهم أن أمنعهم أمنع قل منهم من جرنا إلى الانتحار لأن راح انتحر معهون كمان أنا عمتين حتى إذا راحوا على الانتحار أنا راح أحمل المسؤولية كمان بالانتحار معهم. لذلك أقول لك هذا المشروع لن ينجح بالسويداء. لأن الأكترية معنا. مع رأينا. مع صوتنا. والأقلية. اللي بدأ تحاول تاخد الدروز إلى مشروع كيس رمل في مواجهة إسرائيل. راح نقتله. ورح نهزمها. وما رح نخليها. وما حدا يقل لي بكرة عب تحكي عن الحراك. ما خصش الحراك بهذا الموضوع. الحراك أدات. ما خصوا باللعب يقطط. نحن أكثرية في السويداء. هذه القوى الوطنية أكثرية في السويداء والقوى القومية. وستمنع هذا المشروع. طيب بالأخير معايا الوزير. بدك حل للسويداء. فلنفرض أنه فيه. هذه الأقلية التي تتحدث عنها معايا الوزير. هذه الأقلية الما كانت لتكون الآن في واجهة الأحداث. لو ما فيه مشكلة بالأساس في سوريا. 100% أنا أقول فيه مشكلة. ما فصلناهن نحن. والأستاذ خالد يشاركني. فيه موظفين تفهين أكيد. فيه موظفين حرامية. فيه موظفين في وزراء حرامية. فيه مدارة حرامية. فيه ناس عمالي بيستغلوا واجهة عن الناس. بس هذا لا يعني بأنه هذا بيشيلنا من عروبتنا. وبيشيلنا من وحدة بلدنا. وبيشيلنا من تاريخنا. وبيشيلنا من مبادئنا. لا مش هيكل أمور. نحن لدينا مشكلة اجتماعية. واقتصادية أكتر منهم. على الأقل هن بعد فيه مستشفى. وفيه مدرسة. نحن ما عنا هاتين. صحيح. هذا الموضوع يجب أن يكون هناك حوار مع الدولة. ويجب أن تبادر الدولة إلى الحوار مع هذه الفئات بالنسبة للموضوع المطلبي. بس كان في محاولات أيضا أستاذ خالد. كان في محاولات للعبة الدم خلال الست أسابيع الماضية. فشلت. كان في محاولات. بحاجة لقتل. تماما. هن بحاجة. هذه مسألة كيف بحاجة. كيف بحاجة ليشربوا الماء. بحاجة للقتل. بدهم قتل. بدهم قتل. بدهم قتل. هن هل بدهم. لتصعيد. بس هذا. أكيد الدولة لا تقتل أحدا. أكيد الدولة لا تفوت الجيش. لا تخلي الأمن يدخل. رغم أنه كل المراكز موجودة بالمحافظة بعدها. يعني بالسويدة. بقلب السويدة وبمحيطة. ولكن لا هن قربوا. ولا هذه المراكز قربت لهن. ولكن أنا بقول أنه بالأخير. هذا اللي عبي خططهم للحراك. بعد ثلاث أربع أسابيع. رح يعرف فيه ناس رح تمل. إذا ملت الناس رح يخترع له شيء تالي. خيه مثل بدعا. إعادة السخب مرة أخرى. الأستاذ خالد بيعرف. ونحن نعرف تاريخ تدخل حزب الله بسوريا. ليس أنه نعرفه باليوم التاريخ. لما نصاروا يقولوا حزب الله حزب الله. كانوا هنه بيعرف الأستاذ خالد. مجموعة من الإسلاميين. لابسين أسود وعب يقوسوا عن الناس. معروفة كانت. تعرف رح ستمائة. ما هي المشكلة أنه أوقات التاريخ. ما بيتقرخ مثل ما هو. تعرف رح ستمائة شرطة بسوريا. قبل ما يسمحوا له للشرطة يحمل سلاح. صحيح. كانوا يحمل عصاية. رح ستمائة شرطة. يمكن الأستاذ خالد. يمكن هذه المرحلة تحتاج لتوثيق فعلي. لأن حجم الدعاية كبير. أستاذ خالد عندما تحدثنا قال. أنه كب عليهم براميل. قال. شو اسمه. الجو. شو يعني كب عليهم براميل. هؤل براميل أخطر من الأسلحة التي استعملوها الأمريكيين بالعراق. ما هي لأنه. يعني لأنه ما عنش قناة بالكب براميل. شغلي بدايي. يعني بالأخير. بالأخير. مش عبرر أنا العنف. ولكن أنه أمام السفالة الأمريكية على مستوى كل العالم. عرفتي في أمام اليوم الاستعمار اللي عم نشوفه بأفريقا. اللي بلش تتوضح صوره. أنه دولة بتاخد منها أنت اليورانيوم بتعمل عندك كهرباء. ودولة بتعمل لاش كهرباء اللي بتاخد تسرق منها اليورانيوم أنت. أمام كل هذا المشهد. بعد في ناس يا أخي. أستاذ خالد المعالجة في نهاية المطاف. مع وجود مخاطر حقيقية. يعني حكينا عن مشاريع. حكينا عن محاولة جر المحافظة لعبة الدم. في وعي داخل السويداء بالمناسبة. يعني ربما هو خط الدفاع الأول الآن عن عدم جر المحافظة. حتى هذه اللحظة لأتون الدم والصراع والاقتتال. في يدنا أستاذ كمال أداتان هامتان في الحقيقة في مواجهة هذا المشروع الذي يمر على حساب أهلنا في السويداء. الأداة الأولى انكفاء الدولة. نجحت الدولة في إدارة هذا الانكفاء. إدارة هامة جدا. لم تتدخل. لأنه كما حكى الأستاذ ويقام. هناك من ينتظر نقطة دم. هناك من ينتظر. كي ينتقل إلى المرحلة التالية. كي يأخذ ذريعة وتبرير في انتقاله إلى المرحلة التالية. والذي ذهلني شخصيا. الأداة الثانية هي شرفاء أهل السويداء. وهي الأغلبية في تقديري. ونحن في الأيام الأولى تكون عادة الشعوب مصابة بدوار وتأخذ ببعض العناوين. لا لدينا كم هائل من الأخوة الذين سجلوا مواقف هامة لجهة فهم هذا المشروع الذي يمر في السويداء. تقول كيف يمكن أن نواجه بهاتين الأداتين. لا بد من أن يتفوق. لا بد من أن يعبر عن رأيه هذه الأغلبية الساحقة الموجودة في السويداء. لجهتي كشف هذه المؤمنة تراجع وانقبض. وهذا ما لازم يكون. ما لازم يتعبر عن رأيه. مبارح الهيئة الروحية للطائف الدرزية بالسويداء. وهي أعلى مرجعية روحية. نحن عندنا تفسر لك. نحن عندنا شيخ العقل هو ممثل المشايخ لدى السلطات. وليس هو المرجع الروحي. بدك تفهمها. ممثل المشايخ لدى السلطات. عند الدروز شيخ العقل ليس هو المرجع الروحي. يعني الشيخ سامي بولمونة ليس هو أعلى من الشيخ أمين الصائغ والشيخ أبو علي سليمان أبو ديب. الشيخ أبو زين الدين. الشيخ أنور الصائغ. هؤلاء المراجع هم أعلى من شيخ العقل. الشيخ العقل يمثل الرجال الدين لدى السلطات. وهو دينيا من مرتبة متدنية. بالسويدة الشيخ يوسف جربوع مثلا لأنه شيخ قبل أن يكون شيخ عقل. ومن بيت مشايخ يعتبر له رتبة دينية عالية. الشيخ حكمة. هلأ كل مشايخ يعرفه. ليس لأنه في الموقف الآخر. لكن كل المشايخ طاري. الشيخ حكمة لم يكن شيخا. استشهد شقيقه. وهو أتى بالصدفة إلى مشيخة العقل. ولكن هو ليس مرجع. لكن معالي الوزير. مرجع روحي. انتبه له. هذه كثير دقيقة عننا. عرفت كيف؟ وبعدين نحن. اليوم بيطلع لك فيه شيخ تافي. مثلا طالع. يحكي عن الشيخ أمين الصايع. يعني بعبارات لا أسمح لنفسي بتردادها. نحن موعدون بهذا الأمر. دروز الموحدين بيعتبروا أنه موعدون بهذا الانقسام. عندما تصعب الأمور. يذهبون بين موحدين وسكينيين. وهذا الشيخ واحد من السكينيين. أكيد اللي عبي يحكي عن الشيخ أمين الصايع. يو واحد يسمح لحياله شيخ أفاق. ما إله طعمي شوية. يطلع بيحكي عن الشيخ مرجع. مثل الشيخ أمين الصايع. فقط لأنه أخذ موقف عاقل. وأراد أن يردهم عن الانتحار. كل قسطع يردهم عن الانتحار. ونحن هذا اللي عم نعمله. ما عندنا مصلحة مباشرة. بس يحكي عن جبل. بس هذه التفاهات. أنه النظام رأيه غير رأينا. عنده رأي تاني. النظام رأيه أنه ما ينضرب كاف في السويدة. نحن رأينا إذا لا. واحد يريد أن يخذنا على محل تاني. لا سنواجهه. إذا أريد أن يخذنا على مشروع خطير. يدمر الدروز. في ظاهرة معاني الوزير. عندما يذكر جبل العرب أو الموحدين دروز. فورا أي شخص أو أي عربي. في ذاكرته سلطان باشر أطراش. مواجهة الاستعمار الفرنسي. ومسألة العروبة. هذه الأمرين فورا تتبادل لديهم أي شخص عادي. إنسان عادي يعرف الموحدين دروز. اليوم في ظاهرة التفاخر بالاتصالات الأمريكية. هو سماع عبد الناصر جبل العرب. كل ما يجي اتصال من مسؤول أمريكي. تحس أنه في احتفاء بهذا الأمر. مع أساس تعرف أنه هذا المسؤول الأمريكي. هذه علاقات عامة. هذه أجزب ناس. هذه الإدارة الأمريكية. خلقهم تريوار. تلحسني مبارك. 100 مليون. تركوه يموت مثل لبسين للمعطر. صحيح. هذه الأكراد 40 مليون يا أخي. 40 مليون. شايف كيف يتوزوهم. بس ينسحبوا الأمريكيين. الأربع دول سيتبحوهن. الأربع دول. تركيا وإيران وسوريا والعراق. سيتفقوا عليهم يتبحوهن. نتيجة هذا الطموح الانفصالي اللي عنده. أنت يدمروا أربع بلدان. يا أخي والله لو فيه إمكانية لنجاحك مشروع. على الأقل بتناقشه. على الأقل بتحكي فيه. على الأقل حدا يخبرك يا أخي. شو هي عوامل النجاح طبعه. يخي تخبرني شو عوامل النجاح طبعك. شو فرقيني معه الأمريكي. بس فيه نوع من الاتفاق بينك وبين الوزير طلال أرسلان. وبين أيضا وليد جمبلاط. على العنوان العريض للسوية. روما الاختلاف القفاصي لك. لأنه اسمه أيضا وليد جمبلاط يحذر من طروحات وليد فارس. ومن طروحات اليمين الأمريكي. لا أنا ولا الوزير طلال أرسلان. ولا الوزير وليد جمبلاط. ولا كل حزب القومي. ولا بيت الداود. ولا كل القوى. نقبل بأن نكون متراس لإسرائيل. الوزير جمبلاط بالموضوع العربي. فعلا أنا حكي. أنا ويا عدة مرات. لا بيلعب. أنا يمكن لأول مرة بحكيها. مثلا هذا طبعا. شو اسمه حزب اللواء السوري. أنا من سنتين قللي الوزير جمبلاط إلي. قللي مع الموساد. إلي قللي. هو خبرني. مش حدا خبرني. قبل الانتخابات الماضي. هلأ الآن متصدر المشهد حزب اللواء السوري. هو قللي. هذا بيشتغل مع الموساد. أنا ما كنت أعرفه. ما سامع باسمه كنت. قللي هذا. أبو الخير. قللي هذا مع الموساد الإسرائيلي. يعني هو يتابع. يتابع. ما بعرف. يتابعون التفاصيل. أنا مش سامع باسمه كنت. يوم يفتح مكاتب حزب اللواء السوري. هذا حكي. حكي وليه جمبلاط لأيلي قبل الانتخابات. عرفتيه. الأمر الثاني. نحن بالموضوع العربي. حتى وليه جمبلاط. والله مرة بيلعب بموضوع العروبي الأخير. بيختلف مع هذه الدولة. بيختلف مع هذه الدولة. بس أما بالموضوع الأساسي. أن يتحول الدروز إلى متاريس رمل. لحماية الإسرائيلي. بالقنيطرة. ومشوارد. وكذا. هذا مشروع. مش بس في شوارد. سنقاتلوا كلنا. طيب. سيد خالد العبود. الختام معك. ختام هذه الحلقة. تم إفشال مشروع الجنوب 2011 و2018. والآن. ما هو المستقبل؟ عظيم. في تقديري منذ 2011. يا أخ كمال. يجب أن نفهم واحدة. هامة. تعطيني فقط لو دقيقة ونصف. يلا تفضل. هذه الواحدة الهامة. إسرائيل كانت تتوقع بأنه. في ظل ما حصل في سوريا. النظام سيصبح من الماضي. فلذلك انتبه. انكفأت في البدايات. تماما. مثل ما انكفأت عندما تم الغزو للعراق. الغزو الأمريكي للعراق. لماذا؟ كي يبقى المشهد نظيفا. وكي يبقى الحراك بين قوسين نظيفا. أي لا تدخل إسرائيل فيه. أنا هوني بخلفك بشغلي صغيري. في خلفك أو بنترك. تفضل. تفضل. خلفك هلق أو بنترك تتخلص. بس انطرني شوي. معليش. بنترك. لا انطرني شوي. أنا الآن بنسيق على فكرة. تفضل. تفضل. بعد الـ 2015. أستاذ ويام والأستاذ كمال والأستاذ المشاهدين جميعا. لاحظنا بأن الإسرائيلي أعاد ترتيب أوراقه من جديد. وخرج علينا أعتقد مسؤول إسرائيلي عسكري. قال بأنه يجب أن ننخرط في إدارة الفوضى في سوريا. تحديدا بعد دخول القوات الروسية. في هذه اللحظة تم الاشتغال على ما يسمي أو ما يسموه بالخط العازل أو المنطقة العازلة الآمنة. كان يريد منطقة آمنة. لم تتوفر. وبالمعلومات تواصلوا مع الروسي. وطلبوا منهم هذه المنطقة العازلة. لم يوفر لهم الروسي هذا الأمر. بعده انتقلنا إلى المرحلة الثالثة. إن صح التعبير. المنطقة العازلة بالفوضى. يعني مخدرات اغتيالات. هذه المرحلة مهمة. بعد دخول القوات السورية إلى هذه الجغرافية. يعني حتى البارحة. في الجنوب لديك عنوانان أساسيان. مخدرات تشتغل عليها المخابرات الأردنية تظاهرها بشكل أو بآخر. ونوع آخر أو لون آخر. وهي الاغتيالات. لماذا لمنع الدولة من السيطرة. وتأمين هذا الحزام. والمرحلة الأخيرة. والمرحلة الأخيرة وصلنا. والمرحلة الأخيرة. هذه المرحلة لم تستطع أن تؤمن ما تريده الاستخبارات الأمريكية والأردنية والإسرائيلية. بالسويدة. بفضل السويدة. يظلمون أن هذا المشهد سوف يكتب. أنا خلفه بشغلي. رأيي بالألفين وحدة عشر. إسرائيل لم تكن متحمسة للتدخل كثيرا. كان إسرائيل يهمها. ضرب قواعد الدفاع الجوي السوري. تخريب البنية التحتيات. قتل العلماء. كل ذلك. ولكن لم تكن متدخلة له. لم تكن متدخلة لأنه وقتها. أوباما قلت تقعد على جنب. لا تخربي لنا الربيع العربي. لأنه كانوا يديروا الأمريكان. الأمر الثاني. لا تكن تعرفي ما هو البدائل. ما هو البدائل فيها. هذه بالأول. الآن مختلفة المسألة. يعني بالبداية. لا يمكننا أن نقول أن الإسرائيلي كان وراء الربيع العربي. لم يكن وراء. كان الأمريكي أكثر وراء. هو بالتحالف مع الأخوان. شكرا أستاذ وياما وهاد رئيس حزب التوحيد العربي. أشكر حضورك هنا في الستوديو. سيد خالد العبود. عضو مجلس الشعب السوري. شكرا جزيلا لك. مشاهدين هذه الحلقة الخاصة. شكرا المتابعة إلى اللقاء. اشتركوا في القناة.